علينا الاكبر اشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك وكلما اشتقنا الى رسولك نظرنا اليه يعني فلذة كبدة الامام الحسين يقدمه مو يشريد مو يروح وراه ترى اكو عندنا ابطال بس ابطال مزيفين يقول الشعب كله خليه انقتل الي الحسين يقول اول شي ابني انقتل بعدين انا انقتل في سبيل الله لانقاذ الامة من الضلالة من حيرة الضلالة استنقذهم من حيرة الضلالة اشتون من حيرة الضلالة الان لم يؤمنوا بالحسين وينهم على من ورايحي على يزيد بن معاوية الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنا اهتدي لولا ان هدان الله اكو كتاب طلع قبل مدة قبل كم سنة اسم الكتاب حقائق عن امير المؤمنين يزيد بن معاوية وعالغلاف كاتب لو انصف الدهر لكتب تاريخه يزيد بماء من ذهب على لوح من فضة الله يحشرك ويا يزيد خليك ويا بحظن وين ما يروح ادخل ويا اشقد هذه الهداية غالية من اول يوم فتحنا عيوننا نسمع من امهاتنا من ابائنا قطرات دموع الام على الحسين هذه تسقط على وجوهنا ونسمع وسيعلم الذين ظلموا آل محمد اي منقلب ينقلبون شفنا اصحاب يزيد شنو صار بيهم اليوم الذين وقفوا ضد دين الحسين الذين وقفوا ضد الشيعة الحسين وينهم وينهم مثل صاحبهم شاردين بالحفر مال الجرذان اينهم هؤلاء الجبناء ايضا الذين يقتلون ويضربون مدينة ابي عبدالله الحسين التي قدسها الله وهي اقدس بقعة في وجه الارض هؤلاء ايضا مصيرهم كمصير عمر بن ساعد كمصير شمر بن ذل جوشان كمصير سنان بن انس كمصير صدام لكن في ظلالة ابليس استحوذ عليهم فانساهم ذكر الله اخواني اريد ابين ملاحظة تدري في اواخر في اواخر لحظات حياة الامام الحسين هذا كلامي وفي نهاية الكلام الامام الحسين حجة الله السلام عليك يا امين الله في ارضه وحجته على عباده مو انسان عادي حجة الله في ارضه عند امانات لازم يسلمها الى الامام زين العابدين انقل القصة من لسان الامام زين العابدين يقول انا كنت في الخيمة وقد استولى علي المرض واذا بي رأيت ابي جالسا عندي لكن اشلون جالس كأنه الطير يخرج الدم من جسمه كلما تنفس من كثرة ما كانوا ضاربين الامام الحسين بالسهام كلما كان يتنفس الدم كان يشخر من درعة كأنه طير الامام يمثل كأنه طير مدم اجت جلاس سلام عليك يا ولدي قلت يا ابا اين حبيب قال قتل اين العباس عمي قال قتل اين زهير بن القين قتل اين الاصحاب